انا كمان شرين على التليفون يا شرين هلو؟ ازايك يا شرين؟ ازايك يا فاروق عامل ايه؟ اخبارك انت ايه كويسة؟ تمام الحمد لله الحمد لله وللنا يا شرين بقى يعني اول حاجة بتحب التلات الورق الاول؟ اول حاجة ايه؟ بتحب التلات الورقية؟ اه جدا بس اخبانها اوي طب يراك في القرار اللي تلع الفترة اللي فاتت اول يومين اللي فاتت دول من المحافظة؟ بص هو عجبني جدا لسبب ان انا شبت موقف قدام عيني كده كنا على دائرية وفيه مكان فاضي شوية كده زي شارعة احبا بيفلحوه بيرمموه حاجة كده ومجموعة اصفال عددهم كبير جدا قاعدين بيلعبوه وانهم واحد الطيارات تاعته جرافته ناحية تانية ان هو خليته يمشي يعني عكس الطريق يعدي الطريق بالضبط ستدى ان هو يمشي ناحية العربيات فالعربيات هتغطو وطبعا مش بصص على العربيات هو بصص على الطيارة هو اه يعني هو ماسكر الخيط بتاعها وعن مايز يجري ومش مركز خالص يعني فكت عربية هتغطو في الفرميلة مرة واحدة والناس يعني دولة تغطي ربنا ان العربيات اللي وقرأ العربية في الفرميلة فكت زيبانهم كلهم خواطف بعض يعني هو الموضوع فعلا خطر جدا دلوقتي اه جدا فالقرار بتاع منع يتعلم كمان لان في جد الموضوع هذا يتحول لحوادث وخطر اكبر يعني بالضبط واحنا عندنا هنا كمان في القاهرة اكتر الاماكن اللي بنشوف فيها الطيارات الورق هي بتبقى عالدقيري يعني الموضوع بيكون اسعر بيحاولوا يختاروا اماكن فاضية بس اماكن الفاضية نفسها فسط اماكن فاضية حتى طرق سريعة فوق اسطح او حاجة طبعا طبعا احنا عندنا عايز قولك العموارة بتاعتنا كرروا ان هما محدش هيطلع وميقفلوا السطح فوق علشان محدش يطلع 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 بالضبط وده الصح ربنا يستطلع يا شرين يا رب ان شاء الله لو بتحب الطيارات بقى خليك عالبحر بس او اغرق سايتها شكرا جدا لك يا شرين طبعا انا في الاخر رياني هنرجع نقول ان ده قرار اتعامل عشان خاطر سلامة الاطفال وسلامة الشباب عشان خاطر عدة الحوادث اللي حصلت الفترة اللي فاتت اهل أسو طبعا